رئاسيات فرنسا تجسيد للتنافس بين الأكثر عداء للمسلمين والمهاجرين إذن في التفاصيل نجد توجههم إلى مكاتب الاقتراع الأحد سيكون الفرنسيون على موعد مع اختيار أحد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية ويجمع بين هؤلاء قاسم مشترك واحد وهو معادات الإسلام ومعادات المهاجرين ويتنافس على المقعد الرئاسي 12 مرشحا هم 8 رجال وأربع نساء لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن ستة منهم فقط هم الأبرز في السباق وبين المتنافسين الستة الرئيسيين بينهم ثلاثة ينتمون لليمين السياسي واثنان من اليسار المتطرف أما السادس فهو الرئيس ماكرون الموجود بقصر الإلزاه منذ مايو 2017 وخرج ماكرون الذي يبلغ من العمر 44 عاما من عباءة الحزب الاشتراكي يسار وأسس حزب الجمهورية إلى الأمام وينظر إليه على أنه ينتمي إلى تيار وسط ويجتذب ناخبين من اليمين واليسار وبجانب ماكرون المرشحون البارزون هم مرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكريس ومرشحة الحزب الاشتراكي يسار آن هيد لاغو ومرشح فرنسا الأبية يسار متطرف وهو جان لوك ميلنشون وكذلك مرشحة التجمع الوطني اليمينية مارين لوبان ومرشح حزب استعادة فرنسا اليميني إيريك زومور